إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون يحبون ماذا؟ لو جاء بعدها يحبون أبناءهم يحبون المال يحبون أزواجهم يحبون أو يحبون ماذا جاء بعد يحبون؟ جاء بعد يحبون يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن تنتشر الفاحشة في مين؟ في مين؟ في الذين آمنوا الله أكبر في الذين آمنوا آه ليس في الذين كفروا وليس في الذين فسقوا إنما في الذين آمنوا نعم أعوذ بالله أعوذ بالله وكان الواجب أن تذكروا الذين آمنوا بالخير في المجالس أن تدعوا لهم بالخير كله أن تعظموا من شأنهم وأن تذكروا حسناتهم وقيمهم وأخلاقهم ومواقفهم النبيلة هذا حقهم عليكم لكن أن تشيع تحبون إلى درجة الحب وكأنكم تمارسون شيئا ممتعا أو هواية ممتعة تحبنا أي كلام هذا يحبون أن تشيع 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 الفاحشة في الذين آمنوا ولذلك لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة والله في الدنيا وفي الآخرة ولذلك أخبروهم وأنذروهم أنذروا كل من خاض في أعراض الطيبين الصالحين أنذروا كل الذين رموا مسلما أو مسلمة بالإذك والبهتان المبين أنذرهم جميعا بأنه ستأتي ساعة وهم على قيد الحياة ستأتي ساعة وهم على قيد الحياة سيفضحهم رب العزة على ملأ الأشهاد جزاء ما فعلوا بالمؤمنين الصالحين الطيبين نزعوا عنهم ثوب البراءة ورموهم بما لا يرضي الله تبارك وتعالى رموهم بالإذك وبالبهتان وبالفاحشة هزورا وكذبا لذلك أنذرهم كما قلت لكم بعذاب أليم في الدنيا وهم على قيد الحياة فضلا عما ينتظرهم يوم القيامة والله لقد رأيتها بعيني رمي أحدهم زورا وظلما وبتانا اليوم فكان الغد يحمل له الانتقام على ملأ الأشهاد حدث هذا حدث هذا وأذكر ذلك جيدا البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئ كما تدين تدان تدان تعجب معي يا عبد الله مرة أخرى وتوقف طويلا عند التعبير القرآني الجميل المعجز أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هل هذا أمر يحبه عاقل يحبه مسلم مؤمن عاقل في الذين أمنوا آه لأنه حاقد لأنه حاسد لأنه يؤلمه جدا أن يذكر هذا المؤمن بالخير في المجالس نعم هيا يدي يزعجه تماما أن يسمع عن فلان هذا خيرا يؤلمه ولذلك لا يحب أن يسمع خيرا عن فلان أو أن يتحدث الناس بمكرماته ومواقفه الطيبة وأخلاقه العالية لا يحب أن يسمع ذلك ولذلك نجده أو نجده جاهزا للرامي والقذف للرامي والقذف ويهمه أن تشيع الفاحشة بكل أسف في الذين آمنوا في الذين آمنوا وكان يجب عليه أن يحفظ للذين آمنوا حقوقهم إذا ذكروا أمامه يقولها للجميع بلسان عربي مبين أقسم بالله العظيم لا أعلم عن أخي فلان إلا خيرا